عندنا من علامات قبول الطاعة أنا لما أصلي أعرف إزاي إن صلاتي قبلت لما أصوم أعرف إزاي إن صومي قبل لما يعني أدعو الله عز وجل أو أستغفر أعرف إزاي إن توبتي قد قبلت قالوا من علامات قبول الطاعة أثرها في النفس ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ يبقى الحكمة من الصوم إن نحن نوصل في نهاية شهر رمضان أشعر بتقوى الله عز وجل أحس كده في القلب خشوع في الروح يقظة أحس إن أنا أريب من الطاعة بعيد عن المعصية أحس إن أنا بتأثر بالقرآن القيام بقى سهل الصيام بقى سهل التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل إن أنا يعني أكون حسيت بتغير في القلب تغير روحي أنا بحب أقرأ قرآن أنا بحب أذكر الله عز وجل أنا أعشق الدعاء أعوذ طول الوقت كده عاوز أدعي ربنا سبحانه وتعالى أستغفر أسبح قريب من الله عز وجل المعصية لا يعني تؤثر فيه لا أشتهي معصية لو كنت قبل رمضان مقيم على ذنب يعني في حاجة كده بتزليني معصية مش قادر أتخلص منها فلاقي نفسي في آخر رمضان أنا اللي قادر أتحكم في نفسي أنا بكره المعصية مش حاببها زي زمان هذه علامات قبول الطاعة قلبك عامل يد الوقت روحك عمل إيد الوقت طاعتك كيف حالها الآن صلاتك كيف حالها الآن قيامك كيف حاله الآن لو أردنا أن نعرف هل قبلت الطاعة أم لا فلننظر إلى آثار الطاعة في القلب